موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيه أهم ما تقوله الأخبار من مواقع وصحف تصدر كل يوم البداية من عنوان بارس تصدر موقع سهاريج نيوز وقال فيه ألات الموت الإنقلابية تقتل أحلام الأطفال في تعز قال الموقع أطفال في عمر الزهور تترصد أجسادهم الصغيرة ألات موت بحجم هائل كصواريخ الكتيوشة كما يغتال النزوح والفقر والخوف أحلامهم هذا هو واقع الطفولة في تعز يضيف الموقع مع دخول ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية مدينة تعز في مارس 2015 ودع الصغار طفولتهم وكانوا على موعد مع مختلف أشكال المعاناة وبدلا من أن نرى الحلوى في أيدي الصغار أصبحنا نرى مخلفات الحرب بين أيديهم ويسرد موقع أيضا قصة إحدى الأطفال الطفل محمد المخلافي ذو خمس سنوات نزح منتصف العام الفائت مع أهله من حي الروضة في تعز إلى شارع التحرير في المدينة لكن قذيفة طائشة قتلت أمه أمام عينيه وأصيب هو بشضايا في رأسه ووجهه تركت آثارها عليه حتى تذكره بالوجع المتجدد يتابع الموقع سرد تفاصيل حياة محمد ينزوي في ركن إحدى الغرف ويرفض التحدث إلينا لكن أخاه مهند الذي يكبره بخمسة أعوام قال لنا والدموع تملأ عينيه نزحنا من الموت إلى هنا لتلقى أمي مصرعها وأتمنى لو أني كنت قد رحلت معها إلى موقع موقع بوست تابع العديد من التطورات وعنوا في لقاء عقد في أنقرة وزير الخارجية تركيا يشكر توكل كرمان لمناهضتها المحاولة الإنقلابية ووفقا للموقع فقد استقبل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أغلو أمس الأربعاء الصحفية اليمنية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011 بمقر الوزارة في العاصمة أنقرة وذكرت مصادر في الخارجية التركية للأنضول أن جاوش أغلو أطلع كرمان على تفاصيل محاولة الإنقلاب الفاشلة التي وقعت بالبلاد منتصف يوليو الجاري ومات لها من مستجدات وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية تقدم بالشكر لكرمان نظير مناهضتها للمحاولة الإنقلابية ولمشاركتها الشعب التركي في صون الديمقراطية ولدعمها لقيم الحرية والسلام أشكرون لأننا نختطفكم ثم نفرج عنكم تحت هذا العنوان كتب على الفقيه مقاله ونشره في الوحدة وينت وقال الكاتب يخطفون الشخص دون أي سبب وحين يتوفر ضمين يتمكن من إطلاقه يريدون منا أن نشكر الخاطف والضمين الذي تدخل لإفراج عنه ويريدون منا أن ننسى أن الضمين ذاته هو أحد الأدوات التي مهدت لسيطرة الميليشيات على البلد وبررت جرائمها اليومية ومدحت القتل والمجرمين وقدمتهم أبطالا أفرجوا عن المختطفين من النشطاء والصحفيين والسياسيين أيها القتلة أفرجوا عن مؤسسات الدولة التي سيطرتم عليها بقوة السلاح أعيدوا سلاح الدولة إلى المخازن التي أخرجتموه منها احملوا كل قذاراتكم وانصارفوا من المدن التي حولتموها إلى ساحة قتل مفتوحة في طول البلاد وعرضها فأنتم أسوا البلاء وأساسه وأنتم العدوان وأنتم سبب لكل جزئية بارود طال الترابة وإنسان هذا البلد حتى الملايين من اليمنيين الذين يلوذون بالصمت ويتجرعون البؤس اليومي فإن صمتهم يهتف في وجوهكم ارحلوا أيها القتلة ارحلوا أيها اللصوص فقد عرفناكم على حقيقتكم ووصل شركم إلى كل بيت في اليمن لن تجدوا من يمتدحكم أو يدافعوا عنكم غير من تورطوا معكم من أذيال الإمامة وتجار الدم ولن تجبرون على تملقكم أو التعويل على شهمة مفترضة لديكم فقد فاق قبحكم كل ما كان يمكن تصوره وكما مارستم القهر والإذلال بحق الشعب اليمني فإن لدى اليمنيين من الصبر والجلد ما يمكنه من انتزاع حقه وتجريحكم من ذات الكأس أما من تزجون بهم إلى المحارق اليوم فهم من أن خدعوا بكم وظللتموهم وحين تضع الحرب أوزارها سيصحون على هول الكارثة التي تسببتم لهم بها تابع موقع الوحدوي نت تطورة قضية إقدام الميليشيا على اختطاف أحد القضاء عنوان ميليشيا الإنقلاب تداهم محكمة زبيد وتختطف أحد القضاء يقول الموقع أقدمت ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية على اختطاف أحد القضاء في مدرية التحيطة في محافظة الحديدة ونقل الموقع عن مصادر قضائية أن مسلح ميليشيا الإنقلاب الذي يقودهم القيدي الميدني المكنى بأبو أحمد هاجموا محكمة زبيد الابتدائية واعتدوا على المدنيين في المحكمة وخطفوا القاضي قايد الشرعبي وعضو النيابة وأوضح بأن المسلحين اقتدوا القاضي إلى جهة مجهولة تابع الموقع هدد قضاء في محافظة الحديدة بإعلان الإضراب الشامل احتجاجا على تعسفات الإنقلابيين وللمطالبة بالإفراج عن القاضي المختطف أضافوا إن إضرابهم سينفذ ما لم يتم إخضاع مشرف الحوثيين للجزاء العادل لاعتدائه على حرمة القضاء المنتهك في اليمن موقع يمن مونتور تناول مأساة الصيادين اليمنيين وقال الحرب تحول حياة الصيادين اليمنيين إلى مأساة ويعاني الصيادين أيضا من الفقر والبطالة في التفاصيل قال الموقع يعيش الألاف من الصيادين في الساحل التهامي على سواحل البحر الأحمر أوضاعا مأساوية نتيجة الحرب التي اشتعلت في أعقاب سيطرة الحوثيين على الدولة اليمنية يتابع الموقع شكل ارتفاع سعر المشتقات النفطية ضربة أخرى موجعة وتشكل خطرا لمصدر الدخل آلاف الأسر التهامية حيث باتوا مهددين بانهيار مصدر رزقهم الوحيد بعد أن كانت أكبر الأسماك تقع صيدا سهلا في شباك الصيادين التهاميين بات هؤلاء الصيادون فرسة سهلة لمراكب الفقر والبطالة التي فاقمتها الحرب يضيف الموقع بدأت معاناة صيادين التهاميين منذ سيطرة الحوثيين وأنصار صالح على الحديدة وانعدمت في كثير من الأحيان المشتقة النفطية اللازمة لتشغيل القوارب وارتفاع أسعارها بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الثلج الذي يحفظ أسماكهم في موسم الصيف عن الناشط أمين الشفق الذي ما يزال في سجون الميليشيا التي اعتقلته مع زملائه بعد أن كانوا ينظمون مسيرة الماء إلى تعز المحاصرة كتب وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقالا تساءل فيه هل ما يزال الشفق في سجونه منذ عام وقال الرويشان أمين الشفق هل معقول؟ أمين الشفق ما يزال منذ سنة مختطفا مسجونا في الأمن القومي لمجرد أنه أحد منظمي مسيرة الماء لتعز مسيرة ماء وفي الأمن القومي يا لأحلام العصافير عصافير؟ قلوا الوطاويت هل تعرفون معنى الأمن القومي؟ لو كنتم تعرفون لما كنا وصلنا إلى ما نحن فيه الأمن القومي أكبر بكثير من ويتما أليس كذلك؟ الأمن القومي أكبر من اختطاف أحد عشر صحفيا منذ خمسة عشر شهرا أيها الجهاب ذا احترقت البلاد برمتها ولم تسألوا أو تحذروا من سنوات طويلة لكنكم أوقفتم ويتما في طريقه إلى تعز يا لهمتكم نعرف اليوم لماذا راحت البلاد في ستين دهية لأنتم أسلمتم البلاد الحريق ولا أنتم تركتم مسيرة الماء يا مسيرة العطش والدمار لا أحد يعتقل شفقا ساحرا سواكم لا أحد يعتقل بلادا فقط كي يحسن شروط المفاوضات قلتها من زمان لا تعرفون سياسة ولا كياسة بل تعرفون شيئا آخر في أحد عنوين موقع عدن تايم الرئيسية ركز الموقع على واحدة من طرق التعاون الوثيق بين إيران وميليشيا الحوثي عنوان الموقع وقال إيران تزاود الحوثيين بالنفط عبر وسطا يقول عدن تايم في التفاصيل مستندا إلى ما نشره موقع العربية نت إن جماعة الحوثي الإنقلابية تمكنت من الحصول على أكثر من مليار ونصف المليار دولار من خلال شحنات نفطية مجانية زودها بها النظام الإيراني عبر وسطا وقالت مصادر خاصة قالت بوجود معلومات مؤكدة تشير إلى أن إيران تمكنت من التحايل على الحصار وعمليات التفتيش وذلك من خلال تزويد عملائها الحوثيين بشحنات نفطية مجانية عبر شركات وسيطة وأن شركات عربية وأجنبية لها علاقة بالنظام الإيراني تسلمت تلك الشحنات من عنوان الموقع أيضا قوات الشرعية تنزع خمسة وثلاثين ألف لغة من زرعتها الميليشيات في مأرب شباب ثورة فبراير مسجنون لدى صالح حول هذا الموضوع عنوان موقع مصدر أونلاين وقال قوات صالح تقتحم السجن المركزي بصنعاء وتختطف شباب الثورة المسجنين منذ عام 2011 في التفاصيل قال مسؤول في السجن المركزي اليمني بالعاصمة صنعاء أن قال إن قوات تابعة للرئيس السابق علي عبدالله صالح اقتحمت السجن واختطفت بقية شباب الثورة المسجنين على ذمة قضايا سياسية منذ العام 2011 يتابع الموقع ما يزال العشرات من شباب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم علي عبدالله صالح مسجنين في السجن المركزي فيما ترفض سلطات جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة الإفراج عنهم وبحسب المسؤول الذي أفاد لمصدر أونلاين القوات التابعة للرئيس السابق اقتحمت السجن بصحبة عدد من المدرعات ومن ثم دخلت إلى عنابر السجناء وكبلت أيديهم وغطت أعينهم ثم أخذتهم إلى منطقة مشهولة قبل مطالعة ما تقوله الصحفة العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مرحبا مجددا مشاهدين إلى جولة الصحفة العربية الصادرة في أعدادها اليوم والبداية من الصحف الكويتية والتي ركزت على تصاعد الخلاف الكويتي مع إيران عنوانت صحيفة السياسة الكويتية وقالت رسالة كويتية سعودية للأمم المتحدة اعتداءات إيران تهدد الأمن في المنطقة قالت الصحيفة فاض كيل الكويت حكومة وشعبا ونفض الصبر إزاء استمرار واستمراء إيران مسلسل التطاول على رموزها والاعتداء على أراضيها تتابع الصحيفة تحول الصبر والحلم اللذان يبدو أن طهران فهمتهما خطأ إلى بركان غضب عارم رسمي وصل صداه إلى أرويقة الأمم المتحدة في نيويورك عبر رسالة احتجاج مشتركة كويتية سعودية على اعتداء الزوارق الإيرانية على المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقصومة تضيف الصحيفة الكويتية أن طلب الكويت تجلى في المطالبة باعتدار إيراني رسمي عن إساءة وكالة فارس للأنباء إلى القادة العرب المشاركين في قمة واقشط التي عقدت قبل أيام ولدعوات إلى استدعاء سفير طهران وتسليمه مذكرة احتجاج وعقد دورة طارئة لمجلس الأمة للرد صحيفة الخليج الإماراتية عنوانت في الشأن اليمني وقالت طيران التحالف يقصف مواقع القاعدة في أبيان تمهيدا لحملة عسكرية تقول الصحيفة في التفاصيل شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع لعناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبيان فيما باشر محافظ لحج ناصر الخبجي مهامه أمس للمرة الأولى من الحوطة عاصمة المحافظة إثر تحسن الوضع الأمني بعدما كان طوال الفترة الماضية يدير شؤون المحافظة من عدن قال سكان محليون في أحاديث منفصلة للخليج إن مقاتلات تابعة لدول التحالف العربي شنت غارات جوية على مواقع لعناصر القاعدة في عموم محافظة زونجبار في عموم محافظة زونجبار وتحديدا في مقر إدارة الإنشاءات ومكتب الثقافة بالإضافة إلى وادي حسان شرق زونجبار وشهدت أعمدة الدخان وهي تتصاعد من تلك المواقع دون تحديد حجم الإصابات التي أحدثها القصف وكان مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الرابعة قال في وقت سابق إن الجيش الوطني اليمني بالتعاون مع دول التحالف العربي أعد قوة عسكرية وزودها بالأسلحة والعتاد لتطهير المحافظة من العناصر الإرهابية التي نفذت العديد من الهجمات في أماكن مختلفة الحكومة اليمنية وفي تصريح لصحيفة البيان الإماراتية قالت إن هناك أكثر من 15 ألف خرق للهدنة من قبل التمرد وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي للبيان إن الحكومة أعدت إحصائية للخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الإنقلابية في المحافظات اليمنية وشملت الاعتداء على مواقع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالإضافة إلى قصف أحياء مدنية ومؤسسات حكومية ومراكز صحية في كل الجبهات وقال بادي إن إحصائية خروقات ميليشيات الحوثي وصالح منذ بدء إعلان الهدنة وحتى الرابع والعشرين من يوريو الماضي في جميع الجبهات بلغت خمسة عشر ألفا وستمائة واثنين وخمسين خرقا تعددت صورها وأشكالها بين قصف باستلاح الثقيل الرشاشات على أحياء مدنية مؤسسات حكومية ومراكز صحية إضافة إلى مواقع للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكذلك عمليات قنص قتلت خلالها ثلاثمائة وواحدا وثمانين شخصا إضافة إلى إصابة ألف واربعمائة وستة وأربعين شخصا إصاباتهم متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة وبسيطة وأكد الناطق باسم الحكومة اليمنية أن هذه الإحصائية تؤكد استمرار ارتكاب الميليشيات لجرائم حرب وأنها بهذه الخروقات تثبت للعالم إنها غير جادة في صناعة السلام في اليمن وأنها تستخدم مشاورات الكويت وجهود الأمم المتحدة من أجل كسب الوقت فقط عنوان آخر الشرعية تبيع ثلاثة ملايين برميل نفط عن الإرهاب وعن التطرف وتحت هذا العنوان كتب محمد جميح مقالا ونشره في القدس العربي وقال جميح الإعلام العالمي يركز على ديانة الإرهابي عندما يكون مسلما لكنه لا يركز على ديانة الضحية عندما يكون الإسلام دين الضحايا وقد عرف الملايين ديانة منفذ هجوم ميونخ الأخير الإيراني المسلم علي سنبلي لكن تلك الملايين تجهل حقيقة أن معظم ضحايا الهجوم كانوا من المسلمين والهدف من عمليات المنتج تلك هو أن نصل إلى المعادلة التي يراد لها أن تكرس عالميا وهي أن الإرهابية هو المسلم والضحية تتعني بالضرورة غير المسلم أو أن الإسلام هو دين الإرهابيين بينما الديانات الأخرى هي ديانات الضحايا لكن منتج هذه الصورة المفبركة لا يلتفت إلا أن معظم ضحايا الإرهاب هم من المسلمين وأن أبشع العمليات الإرهابية التي قامت بها دول غير إسلامية تملك كل وسائل إرهاب الدولة الذي تمارسه بأغطية دولية فصلتها هذه الدول على مقاساتها لا نريد أن ندافع عن متطرفين ولسنا معنيين بالاستفاف مع نصر الله والظواهري وقاسم سليماني والخليفة البغدادي لكن أي من المتطرفين المسلمين مهما بلغ به تطرفه لا يمكن أن يبلغ ما بلغه الحاخام كريم من تطرف وعنصرية وضمور دماغ قد يقول قائل إن الأقوال المتطرفة للأصوليين اليهود هي مجرد كلام نظري لا يتحول إلى واقع عملي كما هو الحال لدى المتطرفين المسلمين الذين يجزون الرقابة ويفجرون المنشآت ويستهدفون المدنيين وهذا الكلام صحيح في ظاهره لكنه فاسد في التدقيق كل الأعمال الإرهابية يجب أن تكون مدانة لكن التركيز على العمل الإرهابي عندما يضرب باريس أو ميونيخ أو بروكسل مثلا وتجاهل هذا العمل عندما يضرب عدن أو بغداد أو إسطنبول على سبيل المثال هو نوع من الانتقائية التي تخفي وراءها ما يمكن أن يشم من ورائه رائحة التمييز بين ضحايا الإرهاب على أساس العرق أو الجغرافيا أو الدين عن أفكار اقتصادية يمكنها مساندة اليمن عقب الحرب كتبت صحيفة الشرق الأوسط وقالت أفكار اقتصادية تتنقل في عواصم عربية لإعادة إعمار اليمن تقول الصحيفة فحثت جلسة خاصة عقدت في عم غمان مصير إعمار اليمن وإنعاشه اقتصاديا في وقت تردد فيه الحكومة اليمنية الشرعية أن الانقلابيين بددوا أموال اليمن وصرفوا ما يربو على أربعة مليارات دولار من احتياطي البنك المركزي اليمنية وقال مصطفى نصر أحد أعضاء الفريق الاقتصادي الذي اجتمع مع المنظمات الدولية للشرق الأوسط إن الاجتماع كان بمبادرة خاصة ولا يمثل وجهة نظر الحكومة لافتا إلى تنسيق مع الشرعية فيما يتعلق بالنتائج لكنه شدد على أن الفريق مستقل وكشف النصر عن اجتماع آخر سيعقد في دبي في الواحد والثلاثين من يوليو الحالي وتنظمه الذراع الممولة في البنك الدولي ومركز المشروعات الدولية الخاصة بحضور الأمم المتحدة وسوف يشارك فيه فريق الإصلاحات الاقتصادية وهو فريق يضم أبرز رجال الأعمال في اليمن ويهدف إلى الخروج بمحددات واضحة لطبيعة الدور الذي سيقوم به القطاع الخاص في مرحلة إعادة الإعمار صحيفة العرب الجديد تناولت موضوع امتحانات الثانوية العامة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عنوانت غياب التمويل يهدد امتحانات الثانوية في محافظات اليمن ومن التفاصيل نقرأ تعاني وزارة التربية والتعليم اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء من ضائقة مالية يخشى كثيرون أنها ستكون سببا في إفشال امتحانات الثانوية العامة المقررة أن تبدأ في الثالث في الثلاثين من يوليو الجاري وقال مصدر في الوزارة إنها عجزة عن توفير الأموال اللازمة لتسيير الامتحانات مشيرا إلى أن المسؤولين في الوزارة خاطبوا البنك المركزي مرارا وحملوا محافظة البنك شخصيا مسؤولية عدم إنجاح الاختبارات إذا استمر في حجز المبالغ المالية الخاصة بالامتحانات وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات لتوفير السيولة المالية لتنفيذ الامتحانات إلى أنها غير كافية مبينا أن قيادات الوزارة خاطبت اللجنة الثورية الحوثية لحل هذه الإشكالية لكنها لم تتفاعل بالشكل المطلوب وحمل نائب وزير التربية والتعليم المعين من جماعة الحوثي عبدالله الحامد الأسبوع الماضي محافظة البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام مسئولية أي إرباك قد تتعرض له امتحانات الثانوية العامة وأكد الحامد لوسائل إعلام محلية أن الوزارة قامت بتوفير المبالغ المالية الخاصة بتنفيذ الامتحانات من خارج البنك بعضها قروض ستتحملها الوزارة إلى حين تحسن الأوضاع في اليمن داعيا إلى سرعة إطلاق ميزانية الامتحانات كي تتمكن الوزارة من تنفيذ الامتحانات الوطنية لشهادة الثانوية العامة في موعدها المحدد وهكذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة كوشكو الصحافة وحتى ألقاكم أترككم في أمان الله وحفظه ومع مجموعة مميزة من رسوم الكاريكاتور موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة